وكشف وزير الصناعة والإنتاج صيدلاني عن انطلاق 150 مصنعا كان متوقفا بسبب عدم ربطها بالغاز والكهرباء مؤكدان أن جهود عمال صنالغاز في رفع العرقيل وانطلاق المشاريع وصل لـ 60% كل ما قمنا به منذ سنتين في رفع العرقيل على المشاريع والمسانع في المناطق الصناعية نأكد بالـ 60% من رفع العرقيل هذه قمت بها كاسوني القاز واليوم بفضل المجهودات التي قمت بها لربط المناطق الصناعية بالكهرباء والغاز سمحت بانطلاق 150 مشروع ومصانع التي كانت متوقفة بالسببها أشكركم وأود إن شاء الله منتمنى لكم كل نجاح